زيارتان في أقل من 24 ساعة يصل فيهما وزيراء الداخلية والخارجية إلى الرياض زيارة فؤاد حسين جاءت بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان والغانمي وصل على رأس وفد أمني لم تكشف التفاصيل الكاملة عن فحو التقارب في المسافة وسرعة الوقت للزيارتين إلا أن البيان الرسمي جاء متحدثا عن بحث تطورات ثنائية ومتابعة لمخرجات اجتماعات لجنة تنسيق العليا فتح معبر عرعر في الآوينة الأخيرة طريق عبور أهم بين بغداد والرياض بما يضمن سلاستاء التواصل التجاري والأمني لكن الحديث عن تعزيز الأمن الذي تدعمه السعودية بلسانها الرسمي وكذلك يفعل العراق يقرأ في المسافة الفاصلة بين الحدود على المخاوف التي تضاعها السعودية من نحو 800 كم حدودية مع العراق قصفت منها فصائل موالية لإيران أهدافا في الرياض الصحف العالمية قرأت المشهد على أنها محاولات استفزاز إيرانية بدأت تزيد التأثر السلبي في العراق واليمن والسعودية كما هي الحال التي تصنعها إيران في المنطقة لوضع بايدن في اختبار الإدارة الأمريكية الجديدة ما يلزم تكتيكا ميدنيا يضمن الاستقرار بين العراق والمحيط العربي تسارع المشهد الأمني الخطير من جهة وكذلك التسارع والحراك الإيراني الدولي لضمان عودة مجرى الاتفاق النووي من جهة أخرى وسيما بعد نتائج مثمرة تحدثت عنها طهران بعيد لقاء مع وكالة الطاقة الذرية ما يفتح بابا جديدا لدبلوماسية مع أمريكا والذي ترغبه واشنطن بعد انهيار وفشل الحلول العسكرية والاقتصادية على يد دونالد ترامب فيما مضع الأحداث المتسارعة تكشف وجه إيران وأوراقها والتي ستحددها الأيام المقبلة على طريق المجتمع الدولي لإيقاف إيران من مشروعها التخريبي في المنطقة